العلاقات المصرية الروسية تشهد نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد مصر الشركة التجارية الأول لروسيا في إفريقيا لا سيما مع زيادة التعاون الاقتصادي ما بين القاهرة وموسكو علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وروسيا والتي شهدت نقلة نوعية وتطورا ملحوظا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا عام 2015 حيث تم تزليل كافة العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ثمانية أشهر الأولى من عام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق مثالت مصر الشركة التجارية الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية وصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى 467 شركة تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل شهدت تقيمة التجارة بين مصر وروسيا للتحادية نمواً بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021 لتسجل نحو 369.18 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2020 لتستحوذ على 4.5% من إجمالية تجارة مصر خلال هذا الشهر وصلت تقيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 26.5% في عام 2018 عن العام السابق له تتعاون مصر وروسيا في العديد من المشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر من بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس كذلك التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمجال الزراعي ما يجعل العلاقات بين البلدين نموذجاً للعلاقات القوية بين الدول ترجمة نانسي قنقر